دائماً ما تلعب مصر دوراً فاعلاً في تاريخ العلاقات المصرية العربية وفي إنهاء الأزمات بالمنطقة وإعادة الاستقرار بها مصر دائماً تضع القضايا العربية على قائمة أولويات السياسة الخارجية المصرية كما تدعم مصر مؤسسات الدول وتعمل على استقرارها تاريخ طويل من العلاقات المصرية العربية تلعب فيه القاهرة دائماً دوراً فاعلاً في إنهاء الأزمات بالمنطقة وإعادة الاستقرار بها بما لها من قوة ومكانة وما يضيفه لها موقعها الجورافي ودورها التاريخي فالسياسة الخارجية المصرية تجاه الأزمات في المنطقة العربية تستند إلى عدة مرتكزات تتلخص في ارتباط الأمن القومي المصري والعربي ارتباطاً وثيقاً فالقضاء العربية على قائمة أولويات السياسة الخارجية المصرية وهو ما ترجمته الزيارات الرئاسية المتعددة والمتواصلة للعواصم العربية للتوطيل العلاقات والتنسيق بشأن القضايا المشتركة كما أن القاهرة لم تكن غائبة على المستوى الرئاسي على المحافل العربية التي تناقش أزمات المنطقة وعلى رأسها القمم العربية فكانت القضية الفلسطينية والأزمة السورية والليبية حاضرة بقوة في اجتماعات الرئيس السيسي مع المسؤولين العرب والأجانب ومسؤول المنظمات الدولية وكان الهدف المصري واضحا دائما وهو دعم مؤسسات الدول والعمل على استقرارها والحفاظ على وحدة أراضيها في مواجهة التدخلات والأطماع الخارئية وبالإضافة إلى تعميق التعاون الثنائي مع الزعماء العرب كانت المبادرات أيضا لجمع الأشقاء لتوطيل تعاون مشترك متعدد الأطراف كان من بينها على سبيل المثال تدشين آلية للتعاون الثلاثي عام 2019 مع العراق والأردن ليصبح التحرك على كافة الأصعيدة والاتجاهات لخدمة القضية العربية ولتصبح مصر وبحق الشقيقة الكبرى وصاحبة المقعد الريادي والقيادي في المنطقة ترجمة نانسي قنقر